النادي الاهلي عنده مباراة مهمة مع فاركو في عودته للدوري مع فاركو يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله وعنده عدد من المصابين تعالى اقول لك موقف مصابي النادي الاهلي قبل مباراة فاركو ايه وسام وعلي وصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ تنفيذه امس على هامش المران الجماعي للفريق بعد الفحوصات الطبية التي اثبتت اصابة اللعب بجزع فيه اربط الكاحل وذلك اثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرا مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عزام الوجه اثناء مشاركته في التدريبات امس وتم نقله لاحدى مستشفيات حيث اجرى اللاعب العديد من الفحوصات والاشعاعات اللازمة ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة قبل ان يغادر المستشفى اليوم الاربعاء وسوف يحصل اللاعب على راحة سلبية لمدة اسبوع ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي بيرستاو لعب الفريق تعرض لإصابة في العضلة الخلفية اثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الاجندة الدولية الاخيرة والتقرير الطبية لازل تسلمه من منتخب جنوب افريقيا يشير الا ان بيرستاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة واشع فور عودته الى القاهرة لتحديد البرنامج العلاجي الخاص بي والاطمئنان على حجم الاصابة بشكل اوضح ده بالنسبة لي اصابات النادي الاحلي